موسيقى الرئيس السيسي يستقبل رئيس وزراء جمهورية رومانيا الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية لرئيس الوزراء السابق المهندس شريف إسماعيل أوكرانيا تقول إنها ستتلقى نحو 140 دبابة كدفعة أولى من حزمة مساعدات عسكرية غاربية موسيقى الرابع عصرا بتوقيت القاهرة الثانية بتوقيت جرينيتش موعد تنوراما إخبارية شاملة تأتيكم من النيل مرحبا بكم استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم نيكولاي تشويكا رئيس وزراء رومانيا بحضور دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وسامح شكري وزير الخارجية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة وكذلك فلوريس سبارتو وزير الاقتصاد الروماني وميهالا ستوبار سفير رومانيا بالقاهرة كما استقبل السيد الرئيس اليوم أعضاء الأمانة العامة الجديدة لتحاد الصحفيين العرب وذلك برئاسة السيد مؤيد اللامي رئيس للتحاد ونقيب الصحفيين العراقيين وبحضور السيد كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الأعلام والسيد ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس الشرفي لتحاد الصحفيين العرب تقدم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنازة العسكرية التي أقيمت للراحل المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء السابق وذلك بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير طنطوي بالقاهرة الجديدة وقدم السيد الرئيس واجب العزاء لأسرة الفقيد مشيرا إلى أن المهندس شريف إسماعيل يعد أحد الرموز الوطنية المضيئة وقدم مسيرة حافلة بالعمل والعطاء بكل إخلاص في مرحلة دقيقة من عمر الوطن الأمر الذي يعد محل تقدير بالغ من مصر وشعبها العظيم كان الدكتور شريف إسماعيل قد تولى منصب رئاسة الوزراء وتحمل المسئولية في أصعب الظروف خلال الفترة من 19 سبتمبر من عام 2015 وحتى الخامس من يونيو من عام 2018 بعد صراع طويل مع المرض رحل عن عالمنا رجل فاضل من خير رجال مصر إنه رئيس الوزراء السابق الدكتور شريف إسماعيل ولد شريف إسماعيل في السادس من يوليو عام 1955 وتخرج عام 1978 من كلية الهندسة بجامعة عين شمس وبدأ العمل بشركة ام بي منذ عام 1979 حتى عام 2000 إلى أن وصل لمنصب مدير عام الشؤون الفنية وعضو مجلس الإدارة ثم تدرج ليصبح وكيل وزارة البترول لمتابعة شؤون وعمليات البترول والغاز حتى عام 2005 وتولى إسماعيل منصب رئيس مجلس إدارة شركة إيجاز حتى 2007 ثم انتقل ليكون رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادي القابضة للبترول منذ عام 2007 وحتى عام 2013 وفي 2013 تولى منصب وزير البترول حتى عام 2015 ليصبح بعد ذلك رئيسا للوزراء لمدة خمس سنوات قاد فيها مسيرة العمل بمجلس الوزراء في ظل ظروف وتحديات جسام بكل كفاءة واقتدار وتولى إسماعيل منصب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية منذ 2018 حيث تحمل المسئولية في أصعب الظروف وكان على قدر المسئولية الصعبة نظمت القوات المسلحة زيارة لوفد برلماني من لجنة الدفاع والأمن القومي وبعض السادة رؤساء اللجان بمجلس النواب لإحدى القواعد الجوية وتفقد الوفد عددا من المناطق بالقاعدة واستمعوا لشارح منظومة العمل الاحترافية التي يعمل بها رجال القوات الجوية للدفاع عن سماء مصر ضد أي عدائيات تاتي زيارة في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تحقيق التواصل المستمر مع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب لاستعراض جهود القوات المسلحة في تطوير قدراتها وإمكانياتها بمختلف أفرعها الرئيسية وأسلحتها التخصصية لحفاظ على أمن الوطن وصوم مقدساته نظمت القوات المسلحة زيارة توعوية وترفيهية لبعض طلاب الجامعات الأهلية والتكنولوجية إلى مدينة الجلالة وأشهدت طلبته بالجهود المبذولة لإنشاء تلك المدينة التي يتوفر بها جميع مقاومات المدن الجديدة بأعلى معايير الجودة العالمية كما أعرب الطلاب عن تقديرهم للقوات المسلحة التي أتحت لهم تنفيذ تلك الزيارة لمتابعة ما تم إنجازه على أرض الواقع جاء ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على دعم روح الولاء والانتماء لشباب الجامعات والاطلاع على المشروعات القومية التي تشرف على تنفيذها القوات المسلحة نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد على صفحات التواصل الاجتماعي عن صدور قرار بتأجيل استئناف الفصل الدراسي الثاني في جميع مدارس الجمهورية وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني في 11 فبراير دون تأجيل وفقا للخريطة الزمنية المحددة للعام الدراسي وناشدت وزارة التربية والتعليم وسائل الأعلام ومرتد مواقع التواصل الاجتماعي تحر الدقة والموضوعية انتقدت بكين اسقاط من طاض صيني تشتبه واشنطن بأنه لأغراض التجسس وتم رصده فوق أمريكا الشمالية متهمة الولايات المتحدة بالمبالغة في رد الفعل وبانتهاك الممارسات الدولية بشكل خطير كان الجيش الأمريكي قد أعلن اسقاط المنطاد بطائرات مقاتلة فوق المحيط الأطلسي في خطوة ستزيد حتما من تصاعد التوتر بين بكين وواشنطن أسقطت مقاتلة أمريكية المنطاد الصيني قبالة الساحل الشرقي بعدما حلق لأيام عدة فوق الولايات المتحدة بغرض التجسس بحسب تقدير وزارة الدفاع الخارجية الصينية أبدت استياءها واعتراضها على استخدام الولايات المتحدة القوة لمهاجمة منطادها المدني غير المأهول متهمة الولايات المتحدة بالمبالغة في رد الفعل وبانتهاك الممارسات الدولية بشكل خطير مشددة على أنها تحتفظ بحق اتخاذ مزيد من الردود الضرورية تنديد بكين جاء بعد ساعات من إعلان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إسقاط المنطاد بتوجيه من الرئيس جو بايدن وذلك على بعد نحو ستة أميال بحرية قبالة الساحل الأمريكي المطل على المحيط الأطلسي فوق مياه ضحلة نسبيا فيما قد يساعد جهود استعادة أجزاء من المنطاد خلال الأيام المقبلة عندما أبلغت بأمر المنطاد أمرت البنتاجون بإسقاطه في أسرع وقت ممكن خالص البنتاجون إلى أنه سيحدث ضررا على الأرض لدى إسقاطه وقرر أن أفضل توقيت لفعل ذلك عندما يكون فوق الماء ولقد أسقطناه بنجاح أو حي طيارين الذين فعلوها وجاء إسقاط المنطاد بعد فترة وجيزة من أمر الحكومة الأمريكية بوقف الرحلات الجوية من وإلى ثلاثة مطارات في ساوث كارولاينا هي ويلمنغتون وميرتل بيتش وشارل ستون يوم بسبب جهود تتعلق بالأمن القومي لم تكشف عنها وجرى استئناف الرحلات لاحقا وكانت واشنطن قد وصفت تحليق المنطاد بأنه انتهاك واضح للسيادة الأمريكية وقال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية بعد إسقاط المنطاد إن الحكومة الأمريكية تحدثت مباشرة مع الصين بشأن هذا الإجراء وقال المسؤول إن وزارة الخارجية أبلغت الحلفاء والشركاء في جميع أنحاء العالم وأكد رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو دعم بلاده قرار الولايات المتحدة إسقاط منطاد المراقبة الصيني الذي كان يحلق على ارتفاعات عالية وينتهك المجال الجوي الأمريكي والكندي والقانون الدولي أعلنت أوكرانيا أنها ستتلقى ما بين 120 إلى 140 دبابة كدفعة أولى من 12 دولة من حلفائها الغربيين وقال وزير الخارجية الأوكرانية ديمترو كوليبة إن كييف ستعمل على توسيع عضوية تحالف إمدادها بالدبابات أود أن أنوه أن أول دفعة من المساعدات ستتلقاها القوات المسلحة الأوكرانية ستشمل ما بين 120 إلى 140 دبابة غربية وهي من تراز ليبارد 2 والشالينجر 2 وإموان أبرامز وهذا عدد ليس بالقليل لكننا مستمرون في العمل على توسيع عضوية تحالف الدبابات وزيادة مساهمات الدول التي تعهدت بالفعل بمساعدتنا في غضون ذلك أرسلت كندا أول دبابة من دبابات ليبارد 2 ألمانية الصنع إلى أوكرانيا وتشهد مدينة باخموت في شرق أوكرانيا معارك ضارية بحث برئيس مجموعة فاغنر فيما أصيب خمسة أشخاص بقروح جراء ضربات روسية على خاركيف ثاني أكبر مدن البلاد غداتا طلقيها وعودا بالحصول على أسلحة غربية طويلة المدى شهدت أوكرانيا عمليات قصف روسية كثيفة مؤكدة صد هجوم على مدينة باخموت في الشرق بعدما وصفها رئيس الأوكراني بأنها حصنة وقالت وزارة الدفاع الأوكرانيين القوات الروسية تتجمع في بعض المناطق وتركز جهودها الرئيسية على شن عمليات هجومية في اتجاه كابيانيسك وليمانا وباخموتا وأفديفيكا ونوفو بافليفيكا وأقرر رئيس فلاودمير زلنيسكي بأن الوضع يتعقد على الأرض في مواجهة القوات الروسية خلال 346 يوما من هذه الحرب كثيرا ما قلت إن الوضع على الخطوط الأمامية صعب والوضع يزداد تعقيدا نحن الآن مجددا في مثل هذه اللحظة لحظة يحشد فيها المحتل المزيد والمزيد من قواته لكسر دفاعنا إن الوضع صعب جدا الآن في باخموت وفوكليدار وليمان في الشرق وغيرها من المناطق وفي منطقة دانتسك شرق البلاد استهدفت نيران المدفعي الثقيلة أفديفيكا على خط الجبهة بعد أن استهدفت مدينة كرامتورسكا التي يرغب أيضا الروس في السيطرة عليها بصواريخ وفق ما أعلنت السلطات الأوكرانية تزامنا قال رئيس بلدية مدينة خاركيف إهور تريخوفا إن صاروخين روسيين أصاب مركز مدينة خاركيف العاصمة الإدارية لمنطقة شمال شرق أوكرانيا وأصاب أحدهما مبنى سكنيا يأتي ذلك فيما أرسلت كندا أول دبابة من دبابات ليوبرتو الموعودة إلى أوكرانيا حسب ما أعلنت وزيرة الدفاع عن نتاء أناندا التي أكدت أن طائرة تابعة للقوات الجوية الكندية أقلعت من هاليفاكس مع أول دبابة ليوبرتو تمنحه لأوكرانيا مشددة على تضامن كندا مع أوكرانيا وأنها ستواصل تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالمعدات كانت كندا قد أعلنت نهاية يناير قرارها تسليم أربع دبابات ليوبرتو الألمانية الصنع إلى أوكرانيا ودات إعلانات مماثلة من جانب عدد من الدول الغربية من جانبه أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أن هناك توافقا مع الرئيس الأوكراني فلوضمير زيلينسكي على عدم استخدام الأسلحة المزودة من الغرب لإشن هجمات على الأراضي الروسية اختتم البابة فرانسيس اليوم مهمة سلام في جنوب السودان وحث الناس على تحصين أنفسهم ضد الكراهية لتحقيق السلام والازدهار بعد صراعات عرقية دامية استمرت لسنوات ترأس بابا الفاتيكان قداسا في الهواء الطلق عند ضريح بطل تحرير جنوب السودان جون جارانج الذي توفي في تحطم هليكوبتر في عام 2005 قبل أن تنالت دولة ذات الغالبية المسيحية لاستقلال عن السودان في عام 2011 بعد زيارة استغرقت 48 ساعة لجنوب السودان اختتم البابا فرانسيس جولته الإفريقية مضاعفا دعواته من أجل السلام في ذلك البلد بالأغلبية المسيحية وشهد من عام 2013 إلى عام 2018 حربا أهلية بين الزعيمين الخصمين سيلفاكير ورياك مشار أصفرت عن سقوط 380 ألف قتيل ونزوح الملايين من بيوتهم وخلال قداس بالهواء الطلق في جوبا دعا الحبر الأعظم إلى إلقاء السلاح وحماية اللاجئين في هذا البلد الذي يمزقه البؤس وأعمال العنف المستمرة على الرغم من اتفاق السلام الموقع في عام 2018 نشدد على ضرورة إحلال السلام في جنوب السودان الحرب هنا أودت بحياة الكثيرين وشوهت معالم الحياة واستنزفت الموارد الاقتصادية وزادت معاناة المواطنين لا بد من مساعدة اللاجئين الذين أثرت عليهم الحروب الأهلية في بلدانهم سلبا وأطاحت بطموخاتهم يجب أن يحل السلام محل الحرب التي تدمر ما يبنيه السلام وخلال زيارته أولى البابا فرانسيس اهتماما ملحوظا بضرورة الحفاظ على حقوق الفتيات والنساء داعيا إلى حماية المرأة والنهوض بها في جنوب السودان وقبل جوبا قام بابا الفاتيكان بزيارة استغرقت أربعة أيام إلى جمهورية القنغو الديمقراطية أدان خلالها الأعمال الوحشية الفضيعة للمجموعات المسلحة في شرق البلاد وتعد هذه الجولة الإفريقية الرحلة الأربعين للبابا الأرجنتيني إلى الخارج منذ انتخابه في عام 2013 والثالثة إلى إفريقيا جنوب الصحراء يواصل القبارسة الإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس جديد للبلاد في انتخابات من المرجحي أن تسفر عن فائز واضح ما يمهد الطريق لإجراء جولة ثانية في الثاني عشر من فبراير يتنافس 14 مراشحا على الفوز بالرئاسة ولكن من المرجحي أن ينحصر السباق بين ثلاثة مراشحين في صباق يشهد تنفسا محموما يختار القبارسة رئيسا جديدا للبلاد في انتخابات من غير المرجح أن تسفر عن فائز واضح مما يمهد الطريق لإجراء جولة ثانية في الثاني عشر من فبراير ويدلي نحو 561 ألف قبرصي يوناني بأصواتهم في الانتخابات التي تجرى بعد انتهاء رئاسة الرئيس المحافظ الحالي نيكوس أنستاسيادس التي استمرت فترتين ويتنافس 14 مراشحا على الفوز بالرئاسة لكن من المرجح أن ينحصر الصباق بين ثلاثة مراشحين بارزين مع انصراف اهتمام الناخبين عن الانقسام المزمن للجزيرة وتركيزهم على مكافحة الفساد والملف الاقتصادية وتشير استطلاعات الرأي لعدم حصول أي من المرشحين البارزين على أغلبية مطلقة مما يؤدي إلى إجراء جولة إعادة فيما يرى مراقبون أن وزير الخارجية السابق نيكوس خريستو دوليدز هو المرشح الأوفر حظنا خاصة أنه يحظى بتأييد الأحزاب الوسطية ويتصدر الاستطلاعات لكن الفارق بينه وبين بقيات منافسي لا يخوله حسم الاستحقاق من الجولة الأولى في المقابل يبدو اهتمام الناخبين منصبا على فضيحة تلقي جوازات السفر مقابل استثمارات وعلى تحديات الهجرة غير النظامية وتداعياتها على الموارد العامة أكثر منه على انقسام تعانيه الجزيرة منذ عقودة لكن تتبع الأحزاب الوسطية الدعمة لخريستو دوليدز نهجا متشددا إزاء محادثات أعاد التوحيد الجزيرة في مقابل مواقف أقل تشددا لخصومه على هذا الصعيد في حين يعتبر المحللون أن الوعود التي أطلقت في الحملة الانتخابية بالقضاء على الفساد وتحسين اقتصاد البلاد تحتل مكانة أساسية لدى الناخبين اندلعت مواجهات بين آلاف المحتجين في بيرو وقوات الشرطة خلال ما وصف بأكبر تظاهرة في العاصمة ليما منذ بدء الاحتجاجات في ديسمبر الماضي ضد الرئيسة دينا بولوراتي في وسط العاصمة الفيروفية ليما شارك آلاف المحتجين فيما وصف بأكبر تظاهرة منذ أن بدأت في ديسمبر الماضي التعبئة ضد الرئيسة دينا بولورتي التي سقط خلالها نحو خمسين قتيلا في غدون ذلك تجمع أعضاء نقابات للفلاحين ومنظمة مدنية وحركات طلابية جاءوا من منطقتين كوسكو وبونو في الأنديز وعدد من سكان ليما في ساحة دوس ديمايو للمطالبة مجددا باستقالة بولورتي وحل البرلمان واستخدمت الشرطة الغازة المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين الذين تقدموا باتجاه مبنى البرلمان والقصر الحكومي بينما تصدى متظاهرون ارتدوا خوذا وحملوا دروعا يدوية الصنع للشرطة بإطلاق ألعاب نارية في المقابل نظمت مظاهرة أخرى في شوارع وسط مدينة ليما شارك فيها نحو خمسين شخصا أطلقوا على أنفسهم اسم الفيلق الوطني مؤكدين أنهم يدافعون عن الشرطة البيروفية في مواجهة من وصفوهم بالإرهابيين المخربين الاحتجاجات جاءت بعد قرار للبرلمان البيروفي بتعليق أي مناقشات تهدف إلى تقديم موعد الانتخابات الرئاسية والتشعية لتجرى في الثالث والعشرين من أكتوبر القادم ورفض المجلس التشعي للمرة الرابعة اقتراح تقديم موعد الانتخابات الذي قدمته الرئيس بولورتي واندلعت للطرابات بعد إقالة واعتقال الرئيس الاشتراكي السابق بيدرو كاستيو في السابع من ديسمبر بتهمة محاولته القيامة بانقلاب عبر قراره حل البرلمان الذي كان يستعد للإطاحة به من السلطة انخفضت درجات الحرارة لمستويات قياسية كما اكتاحت رياح قوية شمال شرقي الولايات المتحدة ما تسبب في أوضاع تشكل تهديدا للحياة وسجلت منطقة ماونت واشنطن بولاية نيو هامبشاير رياح باردة انخفضت فيها درجة الحرارة لأقل من 78 درجة مئوية تحت الصفر وهي الأدنى على الإطلاق في الولايات المتحدة موجة من الطقس هي الأسوأ من نوعها تكتاح الولايات المتحدة مع تسجيل درجات حرارة قياسية حيث شهدت البلاد انخفض درجة الحرارة وطقس شديد البرودة كما اكتاحت رياح قوية شمال شرق الولايات المتحدة تسببت في أوضاع تشكل تهديدا للحياة خدمة الأرصاد الجوية الأمريكية قالت أن درجة الحرارة على قمة جبل واشنطن في ولاية نيو هامتشور الأمريكية وصلت إلى 78 درجة تحت الصفر وتشتهر هذه القمة بأنها تسجل أسوأ تقس في العالم والتي يبدو أنها الأدنى على الإطلاق في الولايات المتحدة وقال ممثل مقاطعة هامدن بولاية ماساشوستس أن الرياح العاتية أسقطت شجرة على سيارة في الساوذويك بالولاية مما أدى إلى تحطيب السيارة ومقتل الرضيع وتم نقل قائد السيارة إلى المستشفى في حالة خطيرة وفي بوستن عطل المسؤولون الدراسة في المدارس العامة بسبب توقع انخفاض درجة الحرارة إلى أقل من 23 درجة تحت الصفر لتحطم الرقم القياسي المسجل منذ أكثر من قرن واتخذت عدة مدن إجراءات طارئة لمساعدة السكان بما في ذلك فتح مركز تدفئة كما أمرت حاكمة ولاية ماساشوستس ماوراهيلي ببقاء محطة السكك الحديدية الرئيسية في مدينة بوستن مفتوحة طوال الليلة لتكون بمثابة مأوى للطوارئ ولا سيما للمشردين لتدفعتهم وقالت هيئة الأرصاد الوطنية إنه من المتوقع لا يستمر الطقس شديد البرودة لفترة طويلة مع توقع ارتفاع درجة الحرارة بشكل ملحوظ تدريجيا شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الرابعة والخمسين إقبالا جماهريا كبيرا خاصة مع بدء العد التنازلي لإغلاق أبوابه غدا الاثنين تشمل أنشطة المعرض إقامة الندوات والأمسيات والورش الفنية وغيرها من الفعليات وسط إقبال جماهريا غير مسبوق تخطى أكثر من مليونين زائر معرض القاهرة الدولي للكتاب يبقى مقصدا رئيسيا لمرتادي ومحب القراءة وثقافة والاطلاع في ظل تنوعا كبير من مختلف دور النشر على مستوى 53 دولة عربية وأجنبية فضلا عن الأجنح الخاصة بالوزرات والهيئات المختلفة دور الـ 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب البطل الأول فيها هو الجمهور فعلا المبهر اللي أبهرنا بإقباله وبإصراره على الحضور للمعرض إقبال جماهيري كسيف جدا بيؤكد على اهتمام الجمهور واهتمام المواطن المصري بالثقافة اقتناء الكتب ليس هو الهدف الأوحد لمرتاد المعرض من مختلف الأعمار والتوجهات ولكن هناك الفعاليات الثقافية واللقاءات الفكرية المختلفة بالإضافة إلى الفقرات الفنية والترفيهية وكذلك ورش تعليم الأطفال الرسوم والفنون معرض الكتاب يهتم بالثقافة وبالكتاب وبالوعي الثقافي لدى جماهير الأمة المصرية والعربية والإسلامية عرص ثقافي وفني كبير داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورة الرابعة والخمسين بطله الجمهور الذين استمتعوا كثيرا بما يعرض طيلة فاعليات المعرض على كافة المستويات المعرض في مكانه الجديد السندي أنا شايف أنه هو مكانه محترم جدا في نقلة نوعية عن اللي كان حاصل أبريكا في السنين اللي فاتت مع الاحتفاظ بين قد إيه المعرض اللي كان في مدينة ناصر قد إيه أسرى حياتنا الثقافية كلها وفي خلال السنين الكتير اللي فاتت المعرض حلوة قوي وعجبني قوي أنا أصلا صغري وأنا بحب أقرأ كتب فأنا بحب أجي مع ببايا كل سنة علشان نجيب كتب وكده وعجبني أن فيه من بلاد كتير قوي أن أنا مش جاية حطة في المغين أنا هجيب من حتة معينة لأ هو أنا بلف بصراحة النظام كويس جدا كل شيء منظم شايف مجموعة دول كبيرة جدا هنا عرضة بصراحة حاجة مشرفة جدا لمصر وأنا سعيد جدا بوجوده هنا النهاردة في المعرض معرض القاهرة الدولي للكتاب في يومه العاشر يتزين في أبها حلة وصى إقبال جماهري كبير وغير مسبوك هذا الإقبال يؤكد على أن الثقافة المصرية تمثل الأولوية الأولى وأن الكتاب خير جليس وخير صديق عند المصريين وصى تنوع كبير في مختلف الفعاليات الثقافية والفنية من معرض القاهرة الدولي للكتاب محمد عبدالصبور النيل فنراما النيل مستمرة معكم ونتابع فيها بعض أخبار الاقتصاد وفاة رئيس باكستان الأسبق برفيز مشرف في دبي عن عمر الناهزة 79 عاما تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في إنشاء فرواع التوفيق تيسيراً على المواطنين والاستفادة من منظومة التحول الرقمي من حقك تعرف أنه تم افتتاح 114 فرع توفيق داخل منافذ البريد المصري في أنحاء الجمهورية والفروع دي بتشتغل نضام الشباك الواحد علشان نوفر عليك الوقت ونقدي على الإجراءات الروتينية والفروع دي بتقدم كل خدمات التوفيق وكمان وزارة العدل سحلت عليك الخدمة ووفرت لك 27 خدمة توصيل على بوابة مصر الرقمي كل اللي عليك الدخول على البوابة وتحرير بيانات المعاملة وتقدر كمان تدفع إلكترونياً بالجيزة بتاعتك ده غير إنك تقدر تحدد فرع التوفيق كل يوم والساعة لاستلام المعاملة وعلشان نسهل عليك أكتر وزارة العدل عملية ده التوفيق اسمه أرغب في عمل توصيل تقدر تنزل على أي هاتف محمول ذاتي وبمجرد ما تحمل التوفيق تدخل عليه هتلاقي خدمات كتير زي مثلاً حاجس مواعك في أفرق فرع التوفيق جنبك أو إنك تعرف الكثافة اللي في الفرع ده علشان لو حابب تنجز معاملتك في فرع تاني وتختصف وقتك وإلى أخبار المال والأعمال تفاصيل أخبار الاقتصاد في بانوراما الرابعة ومباشرة إلى محمد عبد الحكم إليك محمد شكراً غادة ولنبقوا مشاهدين الكرام في هذه الوقفة الاقتصادية أبرز ما فيها رئيس الوزراء يؤكد حرص الدولة على تقديم تيسيرات ومحفزات لزيادة حجم الاستثمارات في الصناعة التكنولوجية وصناعة التليفون المحمول في مصر أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي حرص الدولة على تقديم مختلف التيسيرات والمحفزات التي من شأنها دعم وتعزيز دور قطاع الصناعة والنهود به بالنظر لما يمثل هذا القطاع من أهمية بالنسبة للاقتصاد المصري جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة جهود توطين الصناعات التكنولوجية وصناعات التليفون المحمول في مصر بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وأضاف مدبولي أنه جاري تفاوض والتنصيق مع إحدى الشركات العالمية الكبرى لإنشاء مصنع لهذا الغرض مشيرا إلى أن مصر تستهدف الوصول بنسبة المكون المحلي في تلك الصناعة إلى 40% شدد الفريق سامر ربيع رئيس هيئة قناة السويس على أن الهيئة لا تداخل جهدا نحو الحفاظ على المكانة الرائدة للقناة جاء ذلك خلال اجتماع الفريق أسامر ربيع مع مجموعة من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقيادتها لمتابعة سير العمل ودراسة حزمة جديدة من السياسات التسويقية للهيئة خلال الفترة المقبلة أكد الفريق ربيع أن الهيئة تولي اهتماما كبيرا بالمراجعة الدورية ودراسة السياسات التسويقية للهيئة لمؤكبة المتغيرات المتلاحقة في سوق النقل البحاري عالميا بما تطرح من مرونة كافية للتعامل مع متغيرة السوق وما تتيح من فرص لجذب خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر القناة من قبل أكد وزير الإسكان عاصم الجزار أن منح بعض التيسيرات لأليات التعامل مع الأراضي الخدمية والاستثمارية بالمدن الجديدة يأتي في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية على دعم المستثمرين الجدين والعمل على جذب المزيد من فرص الاستثمار بالمدن الجديدة تهدف تلك الاستثمارات إلى إقامة مختلف أنواع المشروعات التي تسهم في تنمية وتطوير تلك المدن وبالتالي جذب المواطنين للإقامة بها وتحقيق الهدف المرجو في التوسع العمرانية جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية لبحث بعض التيسيرات للمستثمرين أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الشرقية لعام 2022-2023 وقالت وزيرة التخطيط هل السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 414 مشروعا كما أوضحت الوزيرة أن قيمة الاستثمارات العامة المواجهة بالشرقية ستصل إلى 8.7 مليار جنيه بنسبة نمو 8.75% عن خطة العام السابق بخلاف المشروعات المواجهة من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة تفقد وزير النقل الفريق كامل الوزير معدلات تنفيذ محطة سكك حديد صعيد مصر حيث تابع الوزير التشتيبات الخاصة بمبنى المحطة الرئيسية المقام على مساحة 31 ألف متر مربع كما تفقد الوزير الأعمال الجارية للانتهاء من أعمال التشتيب وتأسيس المكاتب الإدارية وأماكن خدمة العملاء وكذلك مخطط حركة سير الركاب والمحطات وخلال الجولة التقى الوزير بالعمال والمهندسين المشاركين بالمشروع موجها بضرورة الاستغلال الأمثل لكل المساحات بالمحطة وتكثيف الأعمال بها أكد وزير الموارد المائية والري هيني سويلم عمق العلاقات المصرية التنزانية على كل الأصعدة جاء ذلك خلال لقاء الوزير بنظيره التنزانية عقب وصوله والوفد المرافق له إلى تنزانية وخلال اللقاء شدد وزير الريه هيني سويلم على ضرورة أن يكون نهر النيلة مصدرا للتعاون والسلام وليس سببا في التنافس والخلافة مشيرا إلى أن مصر طالما لعبت دورا رائدا لدعم أواصر التعاون بين دول حوض النيلة من خلال خلق مصالح مشتركة وتحقيق المنفعة المتبادلة تبين أداء مؤشرات البرصة المصرية لدى إغلاق التعاملات وسط عمليات شراء من المؤسسات وصندوق الاستثمار المحلية والأجنبية ووصل رأس المال السوق لأسهم الشركات المقايدة عند مستوى تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 2.1 مليار جنيه وارتفع المؤشر الرئيس للبرصة المصرية إيجيك 30 بنسبة 6% ليبلغ مستوى 16.265.292 من 100 نقطة بينما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجيك 70 بنسبة 82.87 من 100% دعا وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الولايات المتحدة إلى إداء شفافية في توزيع المساعدات الضخمة في إطار خططها الرئيسية للمناخة مؤكدا على ضرورة دعم الصناعة الخضراء شرط احترام المنافسة وسيركز قانون خفض التضخم من أجل مكافحة تغير المناخة والذي يثير قلق الأوروبيين على صناعتهم في صلب زيارة لومير ونظيره الألماني روبرت حابك إلى واشنطن وضعت المواجهة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين أوروبا في مرمى نيران فيما تهدد خطة قانون خفض التضخم الأمريكية لتعزيز الصناعات الخضراء بإحداث أضرار جانبية لحليف رئيسي لها ونص قانون خفض التضخم الذي يخصص له 430 مليار دولار على تقديم إعانات للصناعات الخضراء مثل الشركات المصنعة لبطاريات السيارات الكهربائية والألواح الشمسية المواجهة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين أزمة قديمة جديدة دائما ما تلقي بظلالها على أوروبا فواشنطن تهدد بخطة قانون خفض التضخم الأمريكية لتعزيز الصناعات الخضراء والتي ستحدث أضرارا جانبية لحليف رئيسي لها الخطة الأمريكية ستكون على قائمة زيارة وزيري الاقتصاد الفرنسي برونو لومير والألماني روبرت هابك لواشنطن الثلاثاء وذلك قبل أن يعد الاتحاد الأوروبي رده على هذه الخطة في مناسبة انعقاد قمة رؤساء دول وحكومات التكتل يومي التاسع والعاشر من فبراير الجاري ونصق قانون خفض التضخم الذي خصص له 430 مليار دولار على تقديم إعانات للصناعات الخضراء مثل الشركات المصنعة لبطاريات السيارات الكهربائية والألواح الشمسية على غير النموذج الصيني للإعانات على أراضيها شرطا أن تصنع الشركات هذه المنتجات في الولايات المتحدة وتواصل واشنطن مشروعاتها وخطتها الاقتصادية حيث تشمل هذه المشروعات خطة الإنقاذ الأمريكية التي ساعدت في الحفاظ على الاقتصاد خلال جائحة كورونا ومشروع قانون ضخم للإنفاق على البنية التحتية وقانون لدعم تصنيع أشباه الموصلات وغيرها من الصناعات المتطورة وقانون خفض التضخم الذي يهدف إلى تحفز صناعة السيارات الكهربائية وقطاعات الاقتصاد الأخضر الأخرى الخبراء يرون أن الأهداف الرئيسية للقانون الأمريكي يتمثل في استبعاد الموردين الصينيين من سلاسل إنتاج الطاقة النظيفة حيث تشكل الصين لاعبا رئيسيا في قطاع السيارات الكهربائية مع سيطرتها على 78% من الإنتاج العالمي لخلايا البطاريات نهاية الوقفة الاقتصادية نعود من جديد إلى زميلة غدا فروق لكي غدا أشكرك محمد توفي الرئيس الباكستاني السابق بيرفايز مشرف اليوم بعد صراع طويل مع المرض في مستشفى بدبي وبعد سنوات قضاها في المنفى الاختياري أعلن الجيش الباكستاني أن مشرف قائد الجيش السابق الذي تنح عن السلطة في عام 2008 في وجه معارضة واسعة لحكمه توفي عن 79 عاما بعد أكثر من ست سنوات قضاها في منفاه الاختياري بدبي توفيها الرئيس الباكستاني وقائد الجيش الأسبق بيرفايز مشرف عن عمر نهز 79 عاما وسارع كبار أركان الجيش الباكستاني إلى التعبير عن شعورهم بالحزن لوفاة مشرف الذي قاد البلاد طوال تسع سنوات تقريبا اعتلى بيرفايز مشرف حكم باكستان عام 1999 في انقلاب غير دموي بعدما حاول نواس شريف رئيس الوزراء آنذاك إقالة بيرفايز من منصب قائد الجيش الذي عينه فيه شريف قبل عام واحد فقط وخلال حكمه الذي استغرق ما يقرب من عشر سنوات ساهم بيرفايز مشرف في تحقيق تقدم اقتصادي لبلاده ونجى من ثلاث محاولات اغتيال نفذها تنظيم القاعدة ومتطرفون متشددون بسبب تحالفه القوي مع الولايات المتحدة في قتالها ضد القاعدة وحركة طالبان الأفغانية تنحى الرئيس الباكستاني الأسبق بيرفايز مشرف عن الحكم عام 2008 تجنبا لمحاولة عزله من البرلمان الذي سيطر عليه معارضه فواجه مشرف اتهامات بالخيانة وإجراءات نيابية للمساءلة لكن السلطات الباكستانية سمحت لمشرف بمغادرة البلاد إلى لندن لتلقي العلاج وحاول بيرفايز مشرف الرجوع إلى المشهد السياسي فعاد إلى باكستان عام 2013 لخوض الانتخابات البرلمانية لكن طموحات الرئيس الباكستاني الأسبق باءت بالفشل بصدور قرار بعدم أهليته للترشح وسمح لمشرف مرة أخرى بمغادرة البلاد عام 2016 فقصد دبي التي تلقى بها العلاج في صراع طويل مع المرض استمر حتى وفاته بانوراما نيل مازالت مستمرة معكم أن نتابع فيها بعد أخبار الرياضة مهرجان للفوانيس في الصين احتفالا بالسنة القمرية الجديدة أهلا بكم من جديد يقام في مقاطعة سيشوان جنوب غربي الصين مهرجان كبير للفوانيس احتفالا بالسنة القمرية الجديدة يعد مهرجان الفوانيس الصيني كل عام وقتا للمصالحة ولمشام للعائلات والتواصل الاجتماعي بمشاهدة مهرجان الفوانيس يمكن للصينيون أن يشعروا بأجواء السنة القمرية الجديدة حيث يقام في مدينة زيجونغ التابعة لمقاطعة سيشوان جنوب غربي الصين مهرجان كبير للفوانيس احتفالا بعيد الربيع أو السنة القمرية الجديدة يتميز المهرجان بالأضواء الملونة التي تحدد شكل المباني وتشكل صورا لأشكال الأبراج الحيوانية العملاقة في التقويم الصيني وللجمعيات الصينية تاريخ طويل في صناعة الفوانيس التي تعبر عن تاريخ الصين وثقافته ويعد مهرجان الفانوس الصيني بأضوائه المبهرة وأشكاله المتعددة وقتا للمصالحة ولم شمل العائلات الصينية والتواصل الاجتماعي مهرجان الفانوس يجسد الثقافة الشعبية العيد الربيع لدينا ويعد دائما تعبيرا عن سعي الناس لحياة أفضل ويشعرنا بأجواء السنة القمرية الجديدة وتتعدد أشكال الفوانيس من ديناصورات مضاءة في السماء إلى الأرنب العملاق الذي يرمز إلى السنة القمرية الجديدة في الصين وأثناء المهرجان يضاء كل ركن في كل شارع بمدينة زي جونغ بألوان وأشكال وأحجام متعددة من الفوانيس بحيث يطلق عليها كل عام مدينة الألف ضوء تعد صناعة الفوانيس واحدة من أكبر الصناعات في الصين حيث يعمل بها كعمالة منتظمة ما لا يقل عن مائة ألف عامل ولا زال بعض صناع الفوانيس القدامى يقومون بتشكيلها يدويا ثقافة الفوانيس لها جذور في أنحاء متفرقة من الصين وما يجعل مصابيحنا متميزة هو مرونتها وقدرتها على سرد قصص من الصين بأضوائها المبهرة والملونة ارتبط مهرجان الفوانيس ارتباطا وثيقا بالحب في الصين ففي العصور القديمة كان هناك حظر تجوال صارم يهدف إلى إبقاء الناس في منازلهم بعد حلول الظلام ولكن خلال مهرجان الفوانيس تم رفع حظر التجوال حتى يتمكن الناس من الخروج ليلا لمشاهدة الفوانيس وكان ذلك الوقت جيدا للقاء الأحبة وفي الثقافة الصينية فإن مشاهدة الأضواء ضرورة للاحتفال بالخير والجمال ولطرد الظلام والشر ختم بانورامانيل وإليكم تذكرة بأبرز العنوي رئيس السيسي يستقبل رئيس وزراء جمهورية رومانيا رئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية لرئيس الوزراء السابق المهندس شريف اسماعيل أوكرانيا تقول إنها ستتلقى نحو 140 دبابة كدفعة أولى من حزمة مساعدات عسكرية غربية المزيد من التفاصيل على موقعنا على الانترنتنال.يجي شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء